اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة طبعا متل ما قلت لكم جخست اللحمة عندي هون اللحمة المفروم تقدروا تضيفوا الدجاج تقدروا تضيفوا اي نوع حشوات انتو حابينها هلا بعد ما قلبت البصر رح اقلب اشوح كما بنفس الطريقة كمية من المشروب بمعلقة من الزبدة هلا بعد ما جخزت العجينة والطعطاء بالحجم الاطعاء اللي انا حابة اعمل فيها الكلزون سواء حجم كبير او حجم صغير حسب رغبتكم عندي هون بعض الحشوات رح اعملهم باكتر من حشوة عندي هون الوايت سوس وكمان السوس البندورا عندي هون كمية من الهدوغ او السلامي او البابروني حسب رغبتكم البصل المقلة وكمان اللحم عندي دجاج مسلوق وعندي الفطر وكمان نوعين من الزيتون وعندي الجبن المازوريلا كمان مع الشدر حبلش افرد العجينة على شكل دائري بهذا الشكل متل ما قلت لكم تقدروا تتحكموا بالحجم الحبة اللي انتو حابينها سواء حجم كبير او حجم صغير او متوسط بعد ما رقيت العجينة بهذا الشكل رح ابلش افرد بصوس البيتزا ممكن تعملوه بالبيت او ممكن تجيبوه جاهز حسب رغبتكم رح افرد صوس البندورة وصوس البيتزا على جزء واحد من الاطعال اللي عملناها بهذا الشكل وحبلش اضيف اللحم المفروم اوزعه فوق صوس البيتزا بهذا الشكل ووزعت كمان نوعين من الزيتون وضفت البصل وكمان ضفت البانانا بيبر او اي شي انتو حابينه رح اضيف كمان كمية بسيطة من صوس البيتزا ورح اوزع هلأ كمية الجبنة كنوا كريمين او ضيفوا كمية جبنة كتير كويسة لحتى تطلع معاكم اطيب وتكون من جوه طرية وكمان لزيزة بعد ما حضيف كمية الجبنة اوزعها بهذا الشكل رح ابلش اتني بالطرف الثاني فوق الطرف الاول بهذا الشكل وابلش اقفل العجينة على شكل مصف دائرة هلأ لحتى نضغط العجينة ممكن تعملوها على شكل التجديل بهذا الشكل او ممكن تجيبو الشوكة وتبلشو تضغطو عليهم لحتى اضمن انو القطع مقفلي مع بعض وما تطلع الحشوة اثناء الخباز لبرا اعملتم بهاي الطريقة وهلأ حكون مجهزة صنية مفروشة بورق الزبدة رح ارش تحتها طحين الدرة او سميد نعم بعد ما حطيت الصنية على ورق الخبز رح اعمل فتحات صغيرة بطرف العجينة او بطرف السكين على وش العجينة بهذا الشكل لحتى يصير عندي ستيم ما بدي تنفخ كتير وتصير العجينة تطلع لبرا فهالي الخطوة كتير ضرورية نعمل فتحات بسيطة بهذا الشكل هلا رح اجهز للحشوة الثانية عندي هون الصوص الالفريدو صوص ممكن تستخدموا الكريمة او اي نوع جبن كريمي انتو حابينو للصوص الابيض ممكن استخدام كريمة الدجاج كمان تطلع كتير طيبة استخدمت الروستد غارلك بارمجان من الصلصات الجاهزة الكتير زاكية حكون شوي كريمة بالصلصة رح هلا اضيف قطع الدجاج المسلوء او المشوي او المشوة حسب رغبتكم وضفت كمية من المشروم وكمان البصل حوزع هلا عليهم كمية من الجبنة وحنضيف عليهم اذا انتو حابين البارمجان او الزعتر وكمان رشة بسيطة من التوم هلا اضفت المكونات هاي اول قطعتين على صنية الخبز وعملت نفس الطريقة هلا الصوص رح يعطيني النكها جدا طريقة جميلة هو رح ادوب كمية من الزبدة بضيف عليهم البقدونس المفروم وكمان التوم والبارمجان جبن البارمجان رح يعطيني نكها جدا لزيزة لالكولزون وكمان رح يعطيني اللون الكتير حلو هاي الطبقة رح تعطيني نكها جدا مميزة لبيتزا القولزون وكمان رح تكون معي مثل المحلات الجاهزة بضهنها بكمية كويسة من الزبدة المذابة ورح ارشها بكمية كمان من البارمجان رح تعطيني طعم كتير طيب لالكولزون طبعا انا مجهز الفرن ع 365 رح اخبزهم لحط يصير لونهم ذهبي وجميل هيك صاروا عندي جاهزين للخبز بدخلهم الفرن لحتى ع 365 لحتى يصير عندي اللون اللي انا بديه ويكونوا معي جاهزين اول ما يطلعوا من الفنر ريحتهم ما تتصوروا قديش بيطلعوا طيبين وروحتهم جدا جميلة منظرهم كتير طيب وكمان الخلطة الزبدة والبارمجان على الوجه نكها جدا رائعة وطبعا بنقطعهم بهذا الشكل ورح افرجيكم الحشوة من جوا كيف هتكون جدا جميلة ومميزة لهون بتكون وصفتي خلصت معاكم لليوم انتظروني بوصفات قادمة ان شاء الله يعطيكم الف عافية